ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله وبحسب ما أفدت به مصادر إعلامية فإن جثة الطالب العشرين عطر عليها مواطنون بعدما انتبهوا لرائحة كارهة تفوه من قعر بئر يتجاوز عمقه عشرين مترا حيث أشعر ممثل السلطات المحلية الذين حلوا بمكان الحديث رفقة عناصر الدارك ورجال الوقاية المدنية الذين تمكنوا من تشال جثة الطالب التي كانت في مرحلة متقدمة من التحلل وأضف المصدر ذاته أن الطالب المنحدر من نواحي الصفر والحاصل على الإجازة في الشريعة كان قد اختفى منذ أزيد من عشرة أيام قبل أن يسقط في ظروف غامضة في قعر البئر مشيرا إلى أنه توجه إلى مسجد الإمام أجنيد بالدوار المذكور لحفظ القرآن الكريم هذا وقد تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى الغسان في فاس من أجل التشريح الطبي وكشف ملابسات الحادث وذلك بأمر من النيابة العامة المختصة